اشتركوا في القناة تحقيقها لأهداف المعرض والمؤتمر في اليوم الثالث والأخير من فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع شهد ميدان الحرس الوطني في الصخير مشاركة واسعة من قبل الشركات العرضة لأحدث الآليات والأسلحة المطورة تمثلت في فحص وتجريب للآليات والمركبات العسكرية بأشكالها وأنواعها المختلفة وذلك بهدف التأكد من جاهزيتها وقدراتها على تقديم أداء عال يتناسب مع مختلف الميادين طبعا الواجبات الرئيسية للحرس الوطني لتنفيذ الفعالية كان تقييم واختبار المنظومات الأسلحة الحديثة الخفيفة باختلاف أنواعها حسب المعروض من الشركات التي ساهمت أن تكون جزء من هذه المعرض والمؤتمر وكذلك بعد الشركات الحديثة باختلاف أنواعها المختصة بالآليات العسكرية المصفحة والمدرعة وكانت الفعاليات هذه نفذها الحرس الوطني بإشراف وتخطيط وتنظيم كامل وبالتوجيه من سيدي سمو رئيس الحرس الوطني ومتابعة من معالي مدير الكنال الحرس الوطني أهداف ميادين الرماية شهدت أعلى مستويات الدقة في الرماية الحية على مختلف الأسلحة الخفيفة وذلك نتيجة الكفاءة العالية التي قدمها منتسب رئاسة الحرس الوطني علاوة على الأسلحة المطورة التي أكد القائمون على عرضها مدى نجاعتها وكفاءتها لتطوير القطاعات الدفاعية المختلفة في شتى الميادين طبعا هذه العروض التي تقدم في معسكر الحرس الوطني وذلك لإنجاح المؤتمر من خلال ميادين الرماية وتجربة على الآليات بالإضافة إلى الاستفادة لأفراد ومتسبي الحرس الوطني من خلال التعرف على ما وصل إليه من تطور في الأسلحة وفي الآليات الحديثة وذلك من خلال المعرفة الضباط وأفراد الحرس الوطني للأمور الفنية الخاصة للأسلحة والآليات من خلال تنظيم المؤتمر ومعرض البحرين للدفاع وهو يعتبر من أكبر المعارض على الشرق والأوسط ومن خلال مشاركة في العروض وعرض الآليات والأسلحة المتطورة وخليفة من خلال هذه المعرض طلعنا وجربنا عدة آليات وأسلحة متطورة من عدة مصانع وشركات عالمية من خلال العروض والمشاركات التي صارت عندنا في معسكر الحرس الوطني ضباط ومنتسبوا رئاسة الحرس الوطني حرصوا جميعا كل الحرص على تأدية العروض بكل كفاءة وقدرة عالية حيث شهد العروض كبار ضباط قوة دفاع البحرين ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض والمؤتمر ووفود الشركات المصنعة والموردة لأحدث الصناعات العسكرية والتكنولوجيا الجديدة جهود حثيثة يبذلها القائمون على معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع لإنجاح مثل هذه العروض العسكرية التي شهدناها اليوم فقد توفرت لها مختلف سبل النجاح الأساسية فقد شهدنا اليوم الجهود الحثيثة والمهارة العالية التي قدمها منتسبوا الحرس الوطني في تنفيذ العروض العسكرية للآليات وأيضا الرماية الحية في مختلف الميادين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين